أهم الأنباء التكنولوجية من أجيال إليكم نشرة التكنولوجيا من أجيال أهلا بكم شركة كالت الصينية الأولى في العالم لتصنيع بطاريات السيارات تكشف عن نموذج لأول بطارية بشاحن فائق السرعة قادرة على توفير طاقة للسير مسافة 400 كيلو متر عند شحن لمدة 10 دقائق فقط وستشرع الشركة بإنتاج البطاريات الثورية في وقت لاحق من العام الجاري ريلمي تعلن عن سماعاتها اللاسلكية الصغيرة بمواصفات تضاهي سماعات سامسونج وأبل وبسعر منافس وحصلت تاتي 300 بوتز على هيكل مقاوم للماء والغبار ومايكروفونات توفر صفاء ممتاز للصوت تتميز بخاصية الصوت المكان الذي يولد إحساسا بأن الصوت يأتي من اتجاهات مختلفة ويمكنها عزل الضوضاء حتى 30 ديسيبيل وتاتي مع محفظة أنيقة مجهزة ببطارية شحن إضافية يمكنها شحن بطاريات السماعتين الصغيرتين لتوفير مدة عمل تصل إلى 40 ساعة شركة مايكروسوفت تتيح رسمياً الوصول إلى ريبوت دردشة بينك تشاد من خلال متصفح جوجل كروم في أنظمة ويندوز وماك ولينكس بعد كروم متصفح الإنترنت الأكثر انتشاراً حول العالم ويعتمده نحو ثلثين مستخدمي أجهزة الحاسوب تقريباً ويمكن لربوت مايكروسوفت الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتلخيص المحتوى وإنشاء صور استناداً لأوامر نصية